للتوسع حول هذا الموضوع ينضم معنا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أسامة عبد الحكيم صلاح الخير دكتور أهلا بك مشاكل جدا ألقودي معك أكيد أهلا بك دكتور بداية شاهدنا قبل قليل أراء الناس الواضح أن هناك نوعا ما أو نوع من الإجماع لدى الناس حول أن الشاشات الذكية تسهم بظاهرة قصر النظر لدى الأطفال لذلك بداية ماذا نقصد اليوم بقصر النظر لدى الأطفال تحديدا؟ نقصر النظر لدى الأطفال لها مصطلح عام ومصطلح طبي يعني المصطلح العام أنه هو بيشوف الحاجات القريبة بوضوح يعني لوقات متر تقريبا والحاجات اللي بإيدها مش باينة قصيرة يعني النظر المصطلح الطبي أنه هو العين نفسها كبيرة شوية فكبيرة هنا بنتكلم على مللي ربع مللي يعني العين نفسها حكمها كبير شوية ودى نقطة مهمة جدا في تركيب تلعين لأن احنا بيبقى كل سنة ممكن النظر يتغير أن لو حصل نموه في حجم الآن الرقم دى ممكن يزيد وهكذا لغاية التمنتاشر سنة اللي هو سن البلوغ يعني فلو كلمنا بالصفة العامة هو الطفل بيشوف الحاجات القريبة بوضوح الحاجات البعيدة مش باينة زي ما حكي ذكرته في التقرير لكن الناحية الطبية بالنسبة لنا الرقم اللي احنا بنشوفه أو اللي بنكتبه بيعني أن الان دي كبيرة حجما شوية ودى نقطة مهمة جدا 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 كتير يعني تبدو غريبة أو ساعة بنحاول نشرحها للناس لأن الان كبيرة هنا مش بتكلم على حاجة ضخمة أنا بتكلم على 0.1 ميلي أو 0.2 ميلي جزء من 10 ميلي لأن على هذا الأساس كل سنة ممكن ألاقي الرقم ده بيتغير وبيزيد لأن فيه هنا حجم احنا بنكلم على حجم ما بيقلش ليه لأن الان كبيرة فبالتالي الرقم ده موجود لو لان تظهر الرقم ده يقل بس ده ما بيحصلش في الجسم طيب يتنمه الجسم اللي بيزيد فدائما الرقم يقام زي ما هو يقام يزيد بس ليش يزيد طيب إيه اللي يخلي العين تكبر من الأساس هل هو نوع من الالتهاب مثلا؟ لا هو ميلي جينيتيكس يعني الأساس هو عبارة عن الجينات بتاعت الجسم عشان يبقى واضحين يعني القصة النظر ده حاجة عبر التاريخ من زمان يعني نظرات الالتهاب فهو في الأساس هي حاجة جينية في الجسم يعني زي ما يكون واحد طويل مصير تركيبة جسمه كده ده ده الأساس في الموضوع بس في البداية ما بيكونش عنده يعني بيكونش عنده مشكلة وبعدين بتظهر المشكلة ده معنا أنه العين نفسها كبرت زيادة عن النزوم، لو أن العين تباية 24 ميلي جينيات، الآن تباية 24 ميلي بقت 24 و 1 من 10 و 24 و 2 من 10 العين معروفة بالنزوم، العين من كاميرا محسوبة بالميلي يعني أقل جزء منها زيادة أو أقل يفرق معنا يعني نموها موقفش عند مرحلة اللي كان مفروض يقف على ده ولا كان استمر في النمو استمرت في النمو، المفروض أن العين مثلا عند سن الطفل أول ما يتولد وبعد ما يتولد بحوالي ستة شهور تقريبا خلاص الفول سايز بتاع العين لو 24 ميلي بقى موجود، ودليه يمتد بيط عمره على فكرة، ما بتزيدش العيل، ودناش تكبر ولكن تبدأ هذه الظاهرة من عمر صغير وليس مثلا بعد عشر سنين، من ستة شهور طبعا طبعا وده من رحمة ربنا يعني من حكمة ربنا لأنه أنت المفروض أن الطفل اللي عنده ستة شهور بيشوف ستة على ستة، فمش هيجيب ستة على ستة دي لو البجان يعني مش طفل عشان ستة جسمه كله بيك، لكن اللي عنده ستة جسمه كله ضعيف، لكن اللي عنده ستة بيشوف بيها كويس جدا، ما ينفعش يكون بيشوف عند ستة شهور عند ستة شهور لما يكون يشوف الدنيا مزغليلة معاه، طب حيشوف بيها كويس إزاي؟ عن طريق الأربع عشرين ميلي دول فالعينة متى باربع عشرين ميلي زيك كاميرا بيشوف زيك ذكرت بالضبط، ومفروض تقف هنا خلاص، وده اللي بيحصل في غداية إناس، نحن نقول تمانين في المئة، تسعين في المئة، طب فريد استمرت في النمو، ببتد يظهر عندي بقى قصر من النظر، استمرت في النمو، ليه؟ نتيجة تركيبة الجينات بتاعت العين نفسها، ده في الأساس، زي واحد طويل، بمفروض أنه بيبقى دكتور معين، فجال زي تطور بشكل جيني، ولكن دكتور، ماذا عن الناس أو الأطفال الذين ليس لديهم هذا الجين، هل فعليا الشاشات الرقمية هي الإسابة الوحيد للإسابة قصر النظر؟ أه، بالضبط، ده حصل دبيت كبير جدا، الموضوع ده ما كناش بنكلم فيه خالص قبل كورونا، بس لما جات كورونا، وبتادت الأطفال، زي ما ذكروا حتى في الناس في التقرير، والناس بقت الأطفال يعودوا في كل حياتهم على الكمبيوتر وعلى حاجات القريبة، ففجئنا، فجئنا، وده كانت مفاجأة لنا كلنا كأبحاث، إن قصر نظر ده زاد، يعني الناس اللي كان عندهم ناقص واحد بقى ناقص اثنين، الرقم ده زاد، برغم نحن عارفين إنه هو جينات، بس إحنا فجئنا النوازات، فمن هنا جات وجهة النظر إن كتر الاستخدام للحاجات القريبة قد يساعد هذا الجين على إنه ينمو، ليس عند كل الناس، وإلا كنا لقينا كل الأطفال عندهم أصر نظر عشان يبكي لها مواضح، كل الأطفال كانت بتوعد على الكمبيوتر، بس ما بقاش مياه في المياه الناس يعني لازم يكون الاستعداد الجيني موجود لكي يصاب طفل بقصر نظر أو تتفاقم الحالة يعني إحنا لازم يكون الجينات موجودة وبالتالي استخدام الحاجات القريبة زود المشكلة دي، خلال إن تزداد في النمو بسرعة عامل مراكبة سويا، يعني دكتور ابقى معنا مستمرون معك، ولكن نذهب معكم مشاهدين إلى دراسات عدة أو وضحات أنه قضاء الأطفال وقت طويل في التحديق في الهواتف الذكية أو الشاشات الرقمية على اختلافها يزيد من خطر الإصابة بضعف الإبصار، خصوصا قصر النظر والذي يظهر على حيئة أعراض هذه الأعراض قد تكون مثلا ضيق في حدقة العين، الجلوس بقرب من شاشة التلفزيون أو تقريب الهاتف الذكي من الواجه لصعوبة قراءة الكلام المتوب هذا بالإضافة إلى أحمرار العين والصداع المتكرر وهو ما يتطلب بالتالي المتابعة المستمرة وضرورة الانتباه لهذه الأعراض من قبل الوالدين، وإشارة الطبيب لتحديد المشكلة والتعامل معها الموبايلاتي كانت مدرة، علشان لو تعودي عليها كتير فعينك تزغل منها وعينك يحصل فيها حاجات فالأحسن يعني اللي أنا ما عودش على الموبايلات كتير ولا على التلفزيون ولا على الكمبيوتر ولا على أي حاجة يعني مش مدة طويلة أنا اسمي عفاف هشام فرج شاهين وعندي 13 سنة ودخلتني عديدي أنا كانت مشكلة عيني اللي أنا كنت كانت بتزغل قوي وبتدمع وفي حاجات أنا ما كنتش بعرف أقراها وكانت لما بتبقى ريبة ريبة قوي وأركز فيها تبقى مزغللة ولما كنت بقى صحة من النوم كانت عيني بتبقى ورمة كده وبتوجعني وفي المدرسة كمان كان فيه كلام برضو كان فيه حروف برضو أنا ما بشوفهاش بقى لعب كتير على الموبايل وبتفرج عليه أول العيني ما كانتش بتعمل كده في الأول فأنا ما كنتش أساساً واخد بالي من عيني وكنت بعمل اللي أنا عايزة أحس كده إن عفاف بنتي تمام أما بتزهم النوم بتبقى عنيها ورمة شوية بتاخد وقت شوية كده على ما يبدأ الورمة ده يروح شوية واخدت بالي برضو إن البياض بتاعها بتاع العين مش رايق كده مش رايق كده قلب على بنك شوية أو على حمرار خفيف كده وبردو حتة الموبايلات هي بتمسك موبايلات برضو كتير زي أي طفل يعني طبع موضوع التكنولوجيا والموبايلات دوت بقى أساسي معاهم فكشفنا عليها وبدأنا إن إحنا يعني نمشي على علاج ودكتور حتى برضو داني قطرة ومفروض إنها نعمل إن شاء الله ندارة يعني ندارة ليها عشان نحافظ على يعني نخلي النظر يعني ما ينزلش أكتر من كده ونحاول إنه بقى أحسن يعني الخاطر اللي جاء إن شاء الله نعود لنستكمل باقي حوارنا مع الدكتور أسامة دكتور أسامة يعني كما شاهدنا معك قبل قليل ومع المشاهدين هناك أعراض لربما تبدو واضحة لمرض قصر النظر لكن هل جميع الأهالي على دراية كافية بهذه الأعراض؟ وهل هناك أعراض أخرى؟ للأسف طبعا أهلي كتير جدا جدا بيقولي والطفل النظر هو ضعيف حتى أنا بقى ممصدوم يعني عنده 8 سنين وابنه ما بيشوفش الصبورة كويس ويتفاعل مع الحاجة كويس وهو مش واخد باله خالص يعني فالأهالي لا بيبقوا مش واخدين بالهم كتير يعني يعني نقول 50% من الأهالي ما بياخدوش بالهم إلا زي ما أنتوا ذكرتوا في الحلقة إنه هو بيقرب من الشاشات يعني بدل ما هو قادي يطر يقرب من الحاجة أكتر حاجة بالنسبة لأنه هو في الأنين كده احنا سمعها بيزور عن يعني بيجي الأهال يقوله سكويزنج أو سكوينتنج بس هو مش حاول أو هو بيعمل كده لما بنقفل أينين كده شوية بنقدر نتبقى الصورة أوضح شوية اللي عندهم أصر نظر استضاع طبعا الموضوع ده فإحنا عشان كده بيبقى حاجة أساسية نحن لازم بقى فيه فحص روتيني ده عند سنتين يعني دائما بنأكد أن أي طفل عند سنتين لازم نأخذه الدكتور عيون الأطفال عشان نطمن أنه يعني ما فيهاش حاجة أنا مش واخد بالي منها من قبل كده في السن القل من سنتين حياة الطفل قريبة مفيش مشكلة بعد السنتين سنتين ونصر بدأ يشوف التلفزيون وبدأ يدفعنوا على المجتمع فبدأ النظر هنا حتى لو فيه قص نظر جامد شوية بقت النظر مهم والمرأة التانية عند دخول مدرسة اللي هو عند خمس سنين أو ست سنة أولا فإحنا دائما بنأكد على الفحص الدوري بين الحاجتين دول ونأكد أن الأهل اللي لاحظوا أن فيه صداع زيما الأهل اللي ذاكروا زيما فيه إجهات في العين بيقفل عيني دي أكتر حاجة بيقرب من الشاشات عشان يشوفها بيقرب من الحاجات دي طبعا في الموبايل والحاجات دي احنا فأنا بيشوف الأعراب كويس فمش هيبقى فيه أعراض لكن أعراض التلفزيون بيطر يقرب من الشاشة يمكن في مطلع الأهالي لما بيشوفوا الأعراض دي بيقولوا يمكن تكون أعراض مؤقتة هتروح مع الوقت هل بتكون الأعراض دي مستمرة أم أن الطفل ممكن يعاني منها في يوم ويوم تاني لا طبعا بيعاني منها شوية وشوية حسب حالة الإيجاد يمكن ده اللي بيعمل لخمطة وده كتير جدا يعني كتير جدا يعني كتير جدا يعني أبو الأم عرفوا عن طريق المدرسة أو المدرس اللي بيدرس للطفل لأنه الطفل اللي بيقولوا مش بيتفعل معنا كويس ومش بيجاب كويس يا جماعة قدوا لدكتور عيون أطفال فقط دكتور عيون فلما يجي عندنا المفاجأ أن عنده القصة دي وصراحة بيبقى زعلان لأن انت ليه ما كشفتش على ابنك وخويرته هنا وانا بقى بأكد على حاجة مهمة جدا وانا صغير كان عنده قصة ونظر نفس الحكاية وما تعليقتش منه والوالدي ما كانش يعرف وما كانش واخد بالون مني خالص وما كانش واخد بالموضوع ده لكن لوعي كانسا ما كانش ده سداني وعطاء طبعا فالغاية ما بقى عمر 12 سنة تعريبا في الفترة دي أنا كان عندي مشكلة كبيرة جدا أن أنا كان زمان يحاول يطلعوني في طابور الصباح عشان أدي المحاضرة وكلمة كان زمان في طابور الصباح وجداء ما كنتش برده أطلع وكنت خجول جدا وكنت خجول لأنني مش شايف الناس ما أنت مش شايف فأنت أكلم مين أنا طرح أكلم اجتماعية كمان اجتماعية جدا 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 أحد أسباب أن الطفل بقى منطوي وخجول شوية ومش بيختلط بصحابه بشكل جيد أنهما مش شايفهم لأنهما بالنظار ومزغللين أحنا بنعالك حاجة حاجة تانية خالص ولأن الطفل معتاد على أن يشوف الأمور غير واضحة أنا طفل ما عماله بالنظارة أو ما عماله بالنظارة بص لي عمالي بص كده داخل فرحان أن الدنيا نورت قدامه وبالتالي بقى تعامله مع الناس أوضح فأتخلي حالك أنا بيكلم حالك وأنا مش شايفك أجيب جور أمنين أن نتكلم بالآي كونتكت تحامله بني أنا أصلا دكتور نتحدث عن تفاصيل كثيرة تتعلق حول هذه الظاهرة لكن ما هو العلاج تحديدا لقصر النظر عند الأطفال العلاج الأساسي في الأطفال هو النظارة النظارة ثم نظارة ثم نظارة ماذا عن العمليات؟ هل يمكن إجراء عملية للأطفال؟ العمليات تصحيح النظر ما عندنش أي حاجة تمنعنا أن نعمل عملية للطفل أي إن كان العملية بما فيها تصحيح النظر غير إن الرقم ده هيتغير إذا ما اتفقنا عشان كده أنا ذكرت في أول الحلقة الحجم إحنا نتكلم عن حجم فلو أنا هسلح له بالليزك اللي هو أكبر عن جراحة دلوقتي واضمن إن العين دي السنة الجاية مش هيتغير حجمها خلاص بس ده ما بيحصلش في الأطفال لغاية 18 سنة عند 18 سنة بيستقر حجم العين فعشان كده الليزك ما بيتعملش إلا عند 18 سنة وبرضو لما بيكون الدكتور شاطر شوية بيتأكد إن الأرقام يعني يعمل مثل نظارة النهاردة ويقوله تعالى بعد 6 شهور ويقوله الرقم تاني بعد 6 شهور ويلاقي رقم سابت لما بيلاقي رقم سابت بيعرف إن العين ما عادش فيه نمو وبالتالي بيتحمس ويعمل الليزك لأنه لو الرقم بيضغير يبقى يقوله عمل الليزك النهاردة هيجي للشخص ده بعد السنة بيقوله ده نظري ضاعف ويفتكره إن الليزك مش نافع لكن هو الحصول نعني كبرت لسه فيه بوسيبيلتي أو فيه احتمالية لإنتبه فإحنا نتدارس ومنتدارس ومنتدارس بيبقى عند 13 سنة أو 14 سنة لو الطفل يقدر يعتني بالعسات اللصقة لكن للأسف الشديد في بعض الأطباء في بعض البلاد ادعوا إنهم بيعملوا الليزك وإحنا ضدهم بشكل رهيب جدا وشفنا أضرار رهيبة جدا جدا شفنا بلاوي من الكلام ده هو العالم كله في العالم كله كل عالم لا يختلف العين تصل إلى حجمها اللي هو السابت اللي هو ما عادش يتغير اللي هو ما عادش يتغير وتعمل أنت عايزه بس هذه الفكرة ما فيش حاجة تانية تمنع شكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات السشاري طب وجراحة